تحيات سامي عمار وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول في منطقة دعم قوي جدا مستوية الستة جنيه لمستوية الخمسة جنيه وتمانين قرش وأنا عمي ما أفكر في شراء السام إلا لما يقرب من المناطق دي وأعتقد شراء السام المستوية دي هيكون خطر جدا جدا أنا عندي موجة بدأت وانعكاس حصل من المستوية دي ما زلت ببحث عن تصحيح قطي أمتدت إلى مستوية ال61 فيبو ألطر بمنطقة ممكن نمتد بيها اللي هي من تحت مستوية ال38 فيبو إلى 50 فيبو دي أفضل منطقة ممكن أفكر شراء السامي فيها يعني أنا لو أفكر في الشراء السامي ده أفكر من شراءه من تحت مستوية الستة جنيه ولكن عمي ما أفكرش في شراءه من مستوية الحالي وأعتقد كسل مستوية السبعة جنيه وبقوة والاستقراط فرمنا ده اللي يعزز إيجابية السامي لكن السامي طول ما مستقري تحت مستوية السبعة جنيه أعتقد يكون النظرة ما زالت له سلبية وأعتقد أن السامي ما زال في قمة وبعد الصعود الكبير لحصل من المستوية ال63 أعتقد شراء السامي في المستوية الحالية أعتقد ليس أفضل خيار أنا طبعا في حد كذا حد طلب السامي وأنا مش عايز أحل السامي لإني مازال السامي في منطقة أعتقد دي كتب منطقة جنيه ربح نقولنا نجنى أرباحنا من عنده مستوية السبعة جنيه ونص حد مستوية الثمانية جنيه وعملنا هو صعب أكتر من كده وبكتير وأعتقد أن السامي ما زال في مناطق ليست أفضل مناطق طبعا السامي بيحاول يكسر منطقة العنق الأولية وأعتقد قصرها هيرجع إيام الرد تفضل وبعد كده أعتقد أن احنا هنروح مرة أخرى لمنطقة العنق التانية اللي هي هتكون أول منطقة شراء عايزين نروح لما نشوف السامي هروح عندها إلا يحصل ولكن أعتقد شراء السامي المستوية دي هيكون مخيف جدا وأبتدي أفكر في السامي لو قصر للمناطق دي اللي هي منطقة اللي هو يلغي دي آخر موجة هبوط المنطقة دي وستقرفها منها اللي هي المنطقة دي أعتقد أن السبعة جنيه ونص أ أعتقد السامي يكون أجابي جدا ولكن طول ما هو تحت المناطق دي سلبي أعتقد أقرب منطقة ممكن نقره جميع منها بربح هي منطقة السبعة عجلي في المستوية الحالية وبالتوفيق